بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله همما بعد فحياكم الله في الوحدة الثالثة ونحن الآن في المحاضرة الرابعة من هذه الوحدة ونحن لازلنا في الكلام على أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا كنا انتهينا من الكلام على المتواتل وما يتعلق به من أحكام ثم بدأنا وتكلمنا عن حديث الأحاد وبدأنا في الكلام على القسم الأول منه وهو المشهور وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالحديث المشهور في المحاضرة السابقة ونكمل ما تبقى من المسائل المتعلقة بالمشهور فعندنا المسألة الرابعة وهي المشهور غير الاصطلاحي المشهور الذي سبق بيانه وتعريفه بقولنا ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقاته ولم يبلغ حد التواتر هذا المشهور يقال هو المشهور على اصطلاح المحدثين فهو مشهور مصطلاحي لكن عندنا شيء يسمونه المشهور غير الاصطلاحي ويقصد به مجتهرة على الألسنة من غير شروط معتبرة وبناء عليه فالشهرة هنا ليس المقصود بها الشهرة عند المحدثين بمفهومهم بالتعريف السابق وإنما يقصد بها الشهرة من الاشتهار والانتشار والمعرفة عند عموم الناس وإن كان كل قسم من الناس له شهرة خاصة به كما سيأتي بيانه إذن في الحديث المشهور غير الاصطلاحي المقصود به مشتهرة على ألسنة الناس وبناء عليه فيشمل ما له إسناد واحد فقد يريد الحديث وله إسناد واحد فقط راوي واحد وهو لا يسمى مشهور عند المحدثين في اصطلاحهم وإنما يسمى غريب كما سيأتي لكن مع ذلك يسمى مشهور غير اصطلاحي لاشتهاره وانتشاره ويشمل كذلك ما له أكثر من إسناد ويشمل أيضا ما لا يوجد له إسناد أصلا فقط يشتهر وينتشر بين الناس أحاديث على أنها أحاديث وليس لها إسناد كما سيأتي بيانه المسألة التي لها هذه المسألة وهي أنواع المشهور غير الاصطلاحي وأقسامه الحقيقة أن له أنواع كثيرة لكن سنذكر أشهرها فيما يلي فهناك المشهور بين أهل الحديث خاصة والمشهور هنا فيما بينهم أي من الشهرة والابتشار لا بالمفهوم السابق ومثاله حديث أن أسواه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الوقوع يدعو على رعل وذكوان أحياء من بني سليم ما كثنب صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم ويقنتو بعد الوقوع شهرا كاملا فهذا حديث مشهور بين المحدثين هناك حديث مشهور بين المحدثين وبين العلماء وبين العامة ومثاله أيضا حديث الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نه الله عنه فهذا الحديث بهذا اللفظ مشهور منتشر بين أهل الحديث وبين العلماء وبين أيضا عامة الناس هناك مشهور بين الفقهاء ومثاله حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق هناك مشهور بين الأصوليين ومثاله حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه صحاهم الحبان والحاكم هناك مشهور بين النحاة بين أهل النحو ومثاله حديث نعم العبد سهيب لو لم يخف الله لم يعصه وهو ليس بحديث فلا أصل له وهكذا لأنه اشتهر وانتشر بين النحاة خاصة فهو من باب المشهور غير الاصطلاحي وهو مما ذكرنا عنه مما اشتهر وليس له إسناد فلا أصل له هناك مشهور بين العامة ومثاله حديث العجلة من الشيطان والحديث في سنة الترمذي وحسنه هذا بالنسبة لأقسام الحديث المشهور وأنواعه أما حكم الحديث المشهور فلفظ الشهرة هذا لا يتعلق به حكم وبناء عليه فالمشهور سواء كان اصطلاحي أو غير اصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحا وكذا لا يوصف بكونه غير صحيح بل منه الصحيح ومنه الحسن والضعيف بل والموضوع وبناء عليه فلفظ الشهرة الوصف الشهرة سواء كان على اصطلاح المحدثين أو الشهرة غير اصطلاحية لا تعني تصحيح ولا تعني تضعيف أيضا إنما هو مجرد يعني وصف لهذا الحديث وكما سبق أنه قد يكون من الصحيح والحسن والضعيف وقد يكون من هذا الموضوع أيضا لكن في حالة ما إذا صح المشهور الاصطلاحي أي على منهج المحدثين ما له ثلاث طرق فأكثر فتكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب في حال التعارض بقي المسألة السابعة والأخيرة عندنا وهي أن نذكر أشهر المصنفات في الحديث المشهور وقد صنف فيه العلماء مجموعة لا بأس بها من الكتب من أهمها ونقصد نحن أيضا أن هذه المصنفات إنما هي في الحديث المشهور على الألسنة يعني المشهور غير الاصطلاحي أما الكتب المؤلفة في المشهور الاصطلاحي فلا يوجد كتب في هذا النوع من المصنفات التي ألفت في هذا أولا كتاب المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للإمام السخاوي متوفة في سنة 1900 والحقيقة أن هذا من أجمعها وأفضلها لما اجتمل عليه من فوائد ودرر تتعلق بقضايا الجرح والتعديل وما أشبه ذلك والتصحيح والتضيف الكتاب الثاني وهو أوسع من الكتاب الأول وهو كشف الخفى ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني وهو كتاب واسع ومطبوع في مجلدين ولكنه حشاه صاحبه بكثير الحديث ضعيفة فهو متساعد في هذا الباب نظرا لتصوفه وهو يحتاج إلى تحقيق الكتاب الثالث أيضا تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني هذه هي أهم المصنفات في الحديث المشهور وبهذا ينتهي الكلام على ما يتعلق بالحديث المشهور والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد